عقدت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري مؤتمرا صحفيا بمدينة مأرب لإشار تقريرها الحقوقي للعام 2022 والذي رصدت فيه وفاة سبعة مختطفين مدنيين في سجون ميليشيا الحث الإرهابية ووثقت جرائم تعذيب متنوع لمائة وعشرين مخفيا آخرين وذكر التقرير أن المنظمة تلقت خلال العام الماضي 108 بلاغ بحالات اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائل الأمنية والعسكرية لميليشيا الحثي وتمكن فريقها القانوني من التحقق من 86 حالة اختطاف من إجمالي البلاغات كما تمكن من توثيق 38 حالة إخفاء قسري في معتقلاتها وتطرقت المنظمة في تقريرها إلى الجرائم الإنسانية الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحثي بحق النساء والأطفال من اختطافات وإخفاء قسري وابتزاز للأهالي ماديا وتشويه سمعة الفتيات وأهاليهن وفبركة اتهامات باطلة وكيدية ولفت التقرير إلى تطويع الميليشيا الحثية للقضاء كأداة لإصدار قرارات إعدام وسجن سياسي ضد المعارضين لها حيث أصدرت خلال فترة التقرير واحدا وثلاثين قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظات المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى تقريرنا الحقوقي العام 2022 والذي تضمن عدة جوانب من ضمنها عمليات الرصد والتوثيق رصدنا مئة وعشرين حالة تعذيب في سجون الميليشيا الحوثية وكذلك رصدنا تسع حالات وفاة تحت التعذيب والإهمال الطبي لدى ميليشيا الحوثي أضف إلى ذلك ثمانية وثلاثين حالة من حالات الإخفاء القصري التي قمنا بتوثيقها نحن نريد من كل المنظمات وكل سواء كانت تشترك في مقالة الاختطاف أو في مقالة الحقوق أن توثق كل المختطفين لحيث يصبح لدينا حجة لدي المجتمع الدولي